مرحبا أنا دكتورة ناد عبد الباقي خصائية جراحة عامة وجراحة مناظر أحب أحكي لكم اليوم عن البصور الخارجي لأن الناس كتير في عندها خربشة بين البصور الخارجي والزوائد الجلدية ما بقدروا يميزوا بينهم البصور الخارجي وعبارة عن امتداد لبصور داخلي يعني بالعادة في عنا بواسير داخلية بالمستقيم داخلية بعيدة عن فتحة الشرج ولما تنتفخ وتكبر بدايتها بتكون إنه في انتفاخ عم بيطلع وبيرجع لحاله بعد فترة من الزمن بيبطل يرجع لحاله لما يتفاقم بيضطر المريض لحاله ويرجعه بيأصبعه لما يتفاقم أكتر من هيك بيصفي بارز بره طول الوقت هذا اللي بنسمي البصور الخارجي وفي حالة تانية ممكن تظهر عند الإنسان إنه يصير عنده خثرة بهذا البصور بيجي بألم شديد بيكون في انتفاخ خارجي زي البالون منتفخ وصلب مؤلم جدا هذا بيكون صار فيه خثرة عشان هيك ظهر بهذا الطريقة وبطريقة مفاجئة هلأ الفرق بينهم وبين الزوائد الجلدية إنه الزائد الجلدية إشي طري لونه نفس لون الجلد البصور لونه بيكون رايح للبني أو للأزرق لأنه فيه بداخله أوعية دموية والزائد الجلدية طبعا زي ما حكينا ما بتقلم في حال لو كان فيه بصور خارجي نتخثر رح يكون فيه ألم شديد والزوائد الجلدية إشي علاجه كتير أبسط وكتير أسهل من البصور هلأ أنا بنصحكم بشغلة إنه أي نتوءات بتخرج من المنطقة حتى لو بترجع لحالها يفضل إنكم تراجعوا الطبيب عشان ما تتفاقموا بعد فترة الزمنية معينة بزيادة الإمساك وإذا كان فيه شد خلال عملية الخروج ممكن يتحولوا لبوصير داخلية وخارجية بنفس الوقت ساعتها علاجها بيطلب عملية جراحية أما لما تكون في بداية المشكلة علاجها بيكون تحفظي وكتير أسهل ساعتهاود